ترجمة نانسي قنقر الرياضي العسكري بالرفة التي ينظمها الاتحاد الملكي على مدار يومين وأكد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة أن البطولة تمثل أهمية كبيرة في مسيرة رياضة جمال الخيل العربية الأصيلة حيث تعتبر امتدادا تاريخيا لما تمتلكه مملكة البحرين من مرابط خيل عربية أصيلة سجلت إسهامات عديدة في جعل المملكة إحدى الدول المتقدمة في التطور والازدهار لهذه الرياضة العريقة وقال سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة لهذه البطولات مصدر فخر واعتزاز لأسرة رياضة جمال الخيل العربية وكافة منتسب رياضات الفروسية في المملكة وأوضح سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة أن لهذه البطولة طعما خاصا لمحبي وعشاق رياضة الفروسية في مملكة البحرين خصوصا أنها تفرز الإمكانيات العالية التي يمتلكها الملاك والاستبلات في هذه الرياضة العريقة وقال سمو إننا حرصونا على مواصلة تنظيم بطولات جمال الخيل العربية لأنها لها ارتباط تاريخي بالتراث الأصيل وجانب مهم من عراقة الرياضة الفروسية التي تمضي بخطا ثابتة نحو المزيد من التطور والازدهار وسوف تشكل هذه البطولة على مفارقة في إظهار أناقة وجمال الجياد في جميع الفئات التي ستشهدها البطولة هذا واستعرضت الجياد أناقتها ورونقها وجمالها في مختلف الفئات وسط تميز من العارضين الذين أظهروا معالم الجماليات لدى الجياد وسط تشجيع كبير من الجماهير الحاضرة وجرت تتويج الفائزين بالمراكس الأولى بعد ختام كل فئة حيث قدمت اللجنة المنظمة الجوائزة للفائزين